بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس الخامس والخمسون بعد المئة الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وآله وصحبه وبعد يواصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقولاته عن أئمة الإسلام في بيان منهج أهل السنة والجماعة في الاعتقاد وغيره فيقول وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور عن أصحاب المشهور عند أصحاب أبي حنيفة الذي رووه بالإسناد عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخ قال سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر فقال لا تكثر أحدا بذنب ولا تنفي أحدا به من الإيمان وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطيك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا توالي أحدا دون أحد وأن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله عز وجل قال أبو حنيفة الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم ولا أن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير له من أن يجمع العلم الكثير قلت يريد رحمه الله أن فقه العقيدة أهم من فقه الفروع فليتنبه لذلك الذين لا يهتمون بأمر العقيدة من الدعاة في زماننا هذا قال أبو مطيع الحكم ابن عبد الله قلت أخبرني عن أفضل الفقه قال تعلم الرجل الإيمان والشرائع والسنن وتعلم الرجل الإيمان والشرائع والسنن والحدود واختلاف الأئمة وذكر مسائل الإيمان ثم ذكر مسائل القدر والرد على القدرية بكلام حسن ليس هذا موضعه ثم قال قلت فما تقول في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك أناس فيخرج على الجماعة هل ترى ذلك؟ قال لا قلت لما؟ قد أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو فريضة واجبة قال هو كذلك لكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام قال وذكر الكلام في قتل الخوارج والبغاة إلى أن قال قال أبو حنيفة عمن قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماواته قلت فإن قال إنه على العرش استوى ولكنه يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض قال هو كافر لأنه أنكر أن يكون في السماء لأنه تعالى في أعلى عليهم وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل وفي لفظ سألت أبو حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض قال قد كفر لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماواته قال فإنه يقول على العرش استوى ولكن لا يدري العرش في الأرض أو في السماء قال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر قال الشيخ رحمه الله ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه كفر الواقف الذي يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فكيف يكون الجاحد النافي الذي يقول ليس في السماء ولا في الأرض واحتج على كفره بقول الرحمن على العرش استوى قال وعرشه فوق سماواته واحتج أي أبو حنيفة على كفره بقوله الرحمن على العرش استوى قال وعرشه فوق سماواته وبين بهذا أن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى يبين أن الله فوق السماوات فوق العرش وأن الاستواء على العرش دل على أن الله بنفسه فوق العرش ثم إنه أردف ذلك بتكفير من قال إنه على العرش استوى ولكن توقف في كون العرش في السماء أم في الأرض قال لأنه أنكر أنه في السماء لأن الله في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل وهذا تصريح من أبي حنيفة رحمه الله بتكفير من أنكر أن يكون الله في السماء احتج على ذلك بأن الله في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية فإن القلوب مفطورة على الإقرار بأن الله في العلو وعلى أنه يدعى من أعلى لا من أسفل قد جاء اللفظ الآخر صريحا عند أبي حنيفة بذلك فقال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر ثم ذكر الشيخ رحمه الله نقولا كثيرة عن أئمة آخرين فيما يبلغ 52 صفحة ثم قال بعدها قلت وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض الأئمة الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم نقول بجميع ما نقوله في هذا الباب وغيره ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به وكان معاذ بن جبل يقول في كلامه المشهور عنه الذي رواه أبو داود في سننه اقبلوا الحق من كل من جاء به وإن كان كافرا أو قال فاجرا واحذروا زيغة الحكيم قالوا كيف أن الكافر يقول كلمة الحق قال إن على الحق نورا أو قال كلاما هذا معناه وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه وللحاد في أسماء الله وآياته ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله حق العرش يخالفه الظاهر من قوله وهو معكم أينما كنتم وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فإن الله قبل وجهه ونحو ذلك فإن ذلك غلط وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك فالله مع حلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة وبهذا القدر نكتفي فإلى الحلقة القادمة بإذن الله الحمد لله رب العالمين